السلام عليكم ومرحبا بكم الشيوات جديدة مشهيوات ام اناس شهيوات رمضانية جبت لكم اليوم شبكية ولا ارواع شهوة منها هموية معلكة وشربة لعسلكة الدوب دوبة في الفم كيف ما كتشوفوه وكذلك مجعبة فالناس اللي كذروني لأول مرة فقا نقولكم الف مرحبا ما تنسوش لايك كذلك اشتركوا في القناة وبرتجوها او سجلوها عندكم في الدفتر لشهر رمضان بمقادير جد ناجحة مليون في المئة كذلك بتشبيك سهلة جدا بالنسبة المبتدئات لما كيعرفوش يشبكو الشبكية فيعني بطريقة صراحة رائعة رائعة جدا كذلك الاطفال يقدروا يشبهكوها معكم فخلينا نصليوا على المصطفى اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بتنسوش طبعا لايك وبرتاج وسجلو الوصفة وابقى ليخوتيلا نقولكم يلا هندزوا مباشرة للمقادير بالنسبة المقادير عندي هنا كيلو غرام وثلثمية غرام ديال الدقيق عندي كيلو ثلثمية هنا عندي كأس ممزوش ما بين اللوز وكذلك الزنجلان يعني 150 غرام دللوز و150 غرام دلزنجلان اللي يكونوا متحونين جيدا حتى تعلكوا معايا بدون تحمس عندي كأس الا ربع من الزبدة كأس الا ربع من الزبدة كأس الا ربع من الزيت زيت نباتية عندي بيضة يعني سفار بيضة فقط عندي 9 غرامات من الخامير الكيموية شمر وينسون ما يقارب ملعقة كبيرة من النفاع ملعقة كبيرة من القرفة ملعقة كبيرة من حبة حلاوة 150 مليليتر من ماء الزهر اللي كان فيه قليلا ما وكان اميل فيه زعافرا شعرا عندي اربع ملاعق من الخل والقليل من الملح بالنسبة لي زيت نباتية فكان بعض الناس اللي كعملوا زيت الزيتون كله يعني 150 ملي ديل زيت الزيتون بالنسبة لي انا كتجيني قصحة لذلك كنستعمل زيت نباتية بالنسبة لي لكم تقدروا تعملوا نصف نصف يعني نصف من زيت نباتية وكتخالطوا فيها شوية ديال زيت الزيتون هنا كنعملوا الدقيق في قصعة تكون كبيرة ثم كنضيفوليها جميع النواشي فعني هنا ملعقة كبيرة من القرفة ملعقة كبيرة من اللي ينسون أي حبة حلاوة ملعقة من الخامير الكيموية تسعة غرام وكذلك نافع فغادي نخلطوا الكل جيدا بحكم انه انا عندي هنا زينجلان ديالي تعلق لي انا استعملت هنا يا صراحة القوام على حق وطريقه كاس من الزينجلان وكاس من اللوز يعني 150-150 غرام كيكونوا غير محماصين بالنسبة لي لكم اللي ما عنداش اللوز فكتستعملوا فقط القليل جدا اولا كتستغنوا على اللوز وكتعملوا نفس يعني كتضعف الكيميات الزينجلان كتعملوا مثلا كأس ونصف من الزينجلان هنا غدا نضيف قبصة من الملح فقط لموازنات المضاقات هنا كيفما سبق لي قلت لكم انا استعملت فقط زيت ناباتية ثم تقدروا تستعملوها مخلطة اولا كتستعملوا زيت زيتون انا صراحة كتجيني شويش قاسحة والمضاق دياله ما كتتبلاليش هنا عندي زبدة مدابة تكون النوعية الجيدة وخافيها الحليب فماشي مشكل ما تصفيوهاش لانه هدا مش يسلو يعني ما كيغمع للشبكية ما كتغملش معنا بالنسبة للصفار بايدا كدلي كيبقى اختياريس بالامكان ديالكم تستغنوا عليها او تعودوها بميلعقات عسل هنا كيفما كتشوفو الخل فبنسبة للخل سر ديالشبكية باش كتجي شيشة لكن ما تكترووش منو لانه اذا زاد الامر عن حدو كنقلب الى دوتو سينو غادي تقتفتس معاكم الشبكية اثناء القليه فقط اربع ملاعق بالنسبة لللاحظة معايا انا استعملت فقط خميرة كيموية لانه ما عنديش ليعاوني ثم بالامكان ديالكم اذا كان ليعاونكم ضغيات سربي وضغيات تشكلو الشبكية ديالكم فكتعملوا قبيصة فقط من الخميرة ديال الخبز هكذا كتجي معاكم صراحة رائعة جدا بالنسبة لللي انا استغنت عليها لانه العجين ديالي كتبقى معايا يعني لمدة طويلة وانا خدمة فيها فصفي بالنسبة لللي انا هنا كيفما لحتوا معايا حاولت انني ندوب ديك الشعيرات ديال زعفران شعرة ما بغاش يدوب معايا بالرغم انني دفته قليلا ما يعني ماء الزهر 250 ميلي فطرت انني نطحنو شيئا ما هكذا باش ميبقى ليش في العجين ديك الشعرات ديال زعفران هكذا مكمولين فصفي هنا ايه غادي مبدان العجن باليد فقط فصفي كيفما كتشوفوا غادي مبدان جماع في العجين انا ضفت 250 ملي لتر من ماء الزهر ثم بلا مد فيواه الى ما كانش عندكم زعفران شعرة فطبعا كتستعملو ملعقة صغيرة مبلوعة جيدا من الكوركم البلدي يعني اللي كيكون دورجين ماشي خرقهم يعني ملوين اصطناعي فصفي اه فهنا كيفما كتشوفوا ضفت الماء ديال الروبيني في ديك الكاس فهدا دا فقط الملوين اللي كان عندي ملوين زعفران شعرة اللي فيه لديك خدلي الماء اللون بالنسبة اللي انا صراحة المزهر كانت تسالي هديك الكيميا اللي كانت عندي فقط انا دائما كان عجين شبكي ريالي كله فقط بماء الزهر بحكم انه دا بتسالي الماء الزهر فغادي نكمل بالماء انتما طبعا ما كانش متوفر عندكم يعني بغيتوا تقتاصدوا في ماء الزهر كتعملوا بحلية انا 250 ملي لتر من ماء الزهر وكتكملوا بالعجين بالماء بالنسبة للماء فالماء فالماء عادي ماشي ما دافي وماشي ما بارد يعني ما ديرو بيني اه هنا انا استعملت كيميا ديال 250 ملي ديال ماء فحاداري بالنسبة العجين هنا كتكون عجينة بحل العجين المسمن لينة وصلبة فنفس الوقت هكذا باش كتسهل عليكم انكم تشكلوا الشباكية ولا باش تشبكوها فهنا من بعد ما دلكتا جيدا تقريبا لمدة 5 دقائق غادي نشبا روح القطع وغادي نقطع هكذا كورات لا بأس بها يعني شوية متوسطة الحجم وغادي نوري لكم ان شاء الله الطريقة ديالة توراق ديالة ضروري من هاد العملية باش كتجيكم الشباكية ديالكم مجعبة ومورقة من الداخل يعني باش كيعطينا ديك تجعبات وكيتنفخوا معنا ديك تقاب في الوسط اللي كيجو شاربي معنا لعسل فسافي بنسبة العجين ما كتلقوهاش رقيقة جدا وهذا كيساعد طبعا انو العجين ديالنا كيتسدلك معنا وخا ما دلكناهاش بزاف فهنا كتتم عملية تدلك سافي كيف ما كتشوفوا العملية الريال الطيفة هي واضحة في الفيديو وفي الصور بدون انني منشرح يعني الفيديو شرح راسو براسو سافي غدي ناخد بلاستيك غيدائي اولامي كتكون منقية وغدي ضروري جدا ما نغطيوها باش كتبقى معنا العجينة لينا سافي من بعد ما سليد جميع العجين يعني ورقة العجين ديالي كامل ومتوف بلاستيك غيدائي هنا غدي نبدا نطلق عنها فقط بالمدلك لعندها الالة الالة ديال يد ديال الورقة فكتستعملوا الالة ونشطوا السمك ديال العجين ضروري جدا ما كتكون رقيقة جدا يعني بنسبة الناس اللي ما عندو مش الماكينة حاولوا ما امكان تدلكوها عفوا تطلقوها بالمدلك جيدا حتى كتولي رقيقة جدا بهاد السمك كانتو ما شوفوا معايا السمك العجين بالنسبة الاطراف او للحواشي فكن جمع العجين مباشرة في ساح كان عملوه في بلاستيك غيدائي هكذا باش كيبقى معايا العجين لينا وما كيقصحش معايا فهنا الطريقة ديالة الشباكة كان اناملوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ثم السادسة كان قطع نفس طريقة واحد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سادسة كان قطع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كان قطع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كان قطع فهد العملية هي يعني تشبكة ديال خمسة والستة كتقطعو كتجي سهلة جدا فهنا يعني تأكدوا بأنو الاشريطة يعني مقطعة من الوسط هنا كناخدوه شاريتين الشاريط الأول والثاني كنقلبوه على الشاريط الأول والثاني الآخر يعني كيكون عنا تقب في الوسط وهت جنيبات ههما كيف ما كتشوفو قدي نحاول نقرب الصورة ويعني بكل بطء باش كل مبتدئ يتعلم يشبك كنلسقوها جيدا ثم كنقلبوها على الجهة التحتانية كنفتحوها وهكذا كتشكلين اوحل وريدة يعني شبك ايام شبكة يعني تشبكة ديال 5 كيف ما كتشوفو فسهلة سهلة جدا وانا غدي نعمل معكم شاء الله ثانية وغدي نعمل معكم ثالثة باش تكون اكتر وضوح صافي كيف ما كتشوفو كننخدو شاريطين ثم كنهزوها وكنقلبو ديك الشاريطين على الشاريطين الآخرين هكذا كتشكل معنا ثقب في الوسط وكننخدو ديك الجنيبات اولا كنلسقوهم جيدا ثم ديك المكان اللي كان لسقوه ديك يكون لسقناه كنردوه لتحت يعني لسطح العمل وكنقلبوها وكنجبدو فيها هيدا كتشكل معنا واردة بالنسبة للجوانيب اللي جبارتو الجوانيب كبار يعني توالي مزاف فكتقطعوهم كتنقصو منهم بالنسبة لي انا كتعجبني الشبكية ميكونش فيها الجنيبات كبار هكذا كنشبرو ونقطعو الفائد ديال العجين من على الجوانيب قدي نعمل معكم ان شاء الله واحدة اخرى بطريقة اخرى نفس طريقة تقريبا صافي كيف ما كتشوفو هنا كيف ما كتشوفو الصورة واضحة اكتر عفونا دي ماشي طريقة اخرى بهم ينفس طريقة ولكن بتقنية اخرى غادي ناخد جنيبات كنلسقوهم ثم ديك من اللي لسقنا العجين كيرجع لتحت كنحطوها فوق سطح العمل كنفتحوها بهذا الشكل ها هو ثم كنرجعوها للوسط وهي احنا عنا شبكية ولا ارواح صافي فكنتمنى تكون الصورة واضحة فغانا من معكم واحدة بنفس تشبيكة نفس تشبيكة ولكن غادي نبدوها بصيغة اخرى غادي ناخدو جوش شاريتين غادي نقلبوهم على شاريتين اخرين عواد من بدون لسقو كنفتحو العجين الملينا عفوا من الوسط كنفتحوه جيدا ثم كيبقى لنا ديك جوج ديال الاشريطة باينين من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا كنفتحوها والول عد كنلسقو ماشي بحال قبيلة قبيلة لسقنا عد فتحناها يعني نفس طريقة ولكن يعني الخطوة كتبقى خطوة اللي جاتكم سهلة عملوها صافي كيف ما كتشوفو غادي نقلب يعني المكان باش من كنلسقو كنلسقو ترجع التحت ثم كنقلبوها نفتحوها هكذا كنحصلو على شبكية رائعة جدا يعني تشبيكة اللي غادي شوفا يقول يعني يا سلام كيفاش عملت تتشبكت ولكن يا سراحة سهلة جدا هنا عندي زنجلان اي سمسم مو حمص لي كيكون حمصناه جيدا زيت لي القلي لي كتكون طبعا ساخنة ولكن على نار هادئة باش متتحركش معاكم هنا عسل منزلي ان شاء الله نخلي لكم في صندوق الوصف هنا الشبكية ديالي من بعد ما قصحت يبسات كرمت ماشي مشكل بالامكان ديالكم تخليوها تلغدة ديالة تغطيوها بلاستيك غذائي عا تقليوها فهذا والجميل في الامر لاننا ما استعملناش الخاميرات الخبز الى كنا استعملنا الخاميرات الخبز فضروري جدا ما كتقليوها في ساعة يعني خسلي كون يعني ثلاثة اربعات الناس يعني واحد كيشبك واحد كيقلي بالنسبة لي الي انا استعملت فقط الخاميرات الكيموية لهذا السبب سافي كيف ما كتشوفوا معايا غدي مضام مباشرة في القلي كيف ما اسبق لي وقتلكم الزيت اللي كتكون طبعا في درجة الغلايين لكن متكونش يعني على نار عالية جدا سنون غدي تتخطف لكم شبكية وغد جيكم يعني يعني فيها فقط اللون وما مقارمشاش سافي انفا كتاخد لي لون ذهبي مل تحت كان قلبوها هكذا بواسطة شوكتين ومباشرة كان سقطروها وكان عملوها في العسل اللي كيكون طبعا عسل بارد غير دافئ بالنسبة لي العسل ضروري جدا واحد السر لي طبعا القليل جدا اللي كيدكروه باش كيلسق لكم العسل للمعسلات ديالكم انا ضفت له ملعقة ونصف من القليكوز يعني ملعقة كبيرة ونصف من القليكوز وكان دوبو فيها جيدا لتقدروا الدفيوة ولكن درجة ديال قليكوز ديالكم يعني في درجة حرارة المطبخ يعني سايح كتضيفوه مباشرة سافي كيف ما كتشوفو ما شاء الله كتجيم جعبة وتشبكة دياله صراحة تنيا سلام يعني اللي شافة غي حمق عليها خاصة المداق فالمداق رائع جدا لاننا نعملنا فيها القواملة حقه وطريقه سافي قدي نستمر هكذا في القلي فالقلية الثانية غيكة تبدأ تحملها مار معانا كنقلبوها انفو كنقلبوها كنجبدوها تشبكية كنستقطروها هاد المدة كاملة ديالقلي كتبقات مكحة كتشرب جيدا فسافي كيف ما كتشوفو ادوى طبقات تقديمها النهائي شبكية هموية لحقه وطريقه كتجيم جعبة ومعلكا والمداق ديالا ما نعود لكم شاله يعني المداق اكتر 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 من رائع يعني في غديبان المدهر يعني المدهر فقط يعني كي شاهي اما المداق ما نعود لكم شاله يعني صراحة تنبنينا بثاف هكذا ما واحد طويصة ديال الحريرة او لا قهوة او لا اتاي فكنتمنتنا الاعجاب ديالكم والاستحسن ديالكم كيف ما عودتكم انا متاح معكم ان شاء الله واحدة في النهاية ديالفيديو هنتم كيف ما كتشوفو مجعبة وشربة لحسل وشيشة بزف يعني صراحة تنشعنا واشا نقولكم كانتمنت شجلوها عندكم في الدفتر لشهر رمضان بارتجيو الفيديو بين الاهل والاقارب فوصفة مضمونة على دامانسي يعني غدينضمن لكم انه ناجحة مبقى لاختي الانقلكون دونتم في رعاة الله وحفظه واشركم مبركة والسلام عليكم